أدان معمر الإيرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة واستنكر بأشد العبارات إخضاع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الفنانة انتصار الحمادي لمحاكمة صورية في أحد المحاكم الخاضعة لسيطرتها بعد قرابة سبعة أشهر من اختطافها وإخفائها قسريا وتلفيق تهم أخلاقية بعد رفضها محاولات الميليشيا تجنيدها لاستدراج سياسيين وإعلاميين وأوضح معمر الإيرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبع إن الفنانة انتصار الحمادي تعاني من ظروف اعتقال سيئة في سجن النساء المركزي الذي تديره ميليشيا الحوثي الإرهابية وتم منعها مؤخرا من التواصل مع أسرتها أو السماح لحقوقيين ونشطاء بزيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية بعد نجاتها من محاولة انتحار وأشار الإيرياني إلى أن ما تعانيه انتصار الحمادي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها على الدولة بعد أن ظلت تحظى بتقدير واحترام المجتمع وتجريم الاعتداء عليها تحت أي ضرف من الظروف باعتباره عيبا أسود والناية بها عن الصراعات السياسية وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الدولي والأمريكي ومنظمات حماية المرأة وحقوق الإنسان وكافة الشرفاء في العالم بإدانة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق النساء في اليمن والضغط على الميليشيات الحوثية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الفنانة انتصار الحمادي وكافة المعتقلات بسجونها السرية ترجمة نانسي قنقر